سلسلة رمضان أحكام وعبر للشيخ عبد الرحمن كريشا أبو السعد الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شهر رمضان شهر مبارك شهر مليء بالخيرات والبركات والمكرمات والمصارات لهذا العبد المؤمن يشتاق إلى مثل هذه الأوقات يشتاق إلى الثلث الأخير من الليل يشتاق إلى يوم الجمعة يشتاق إلى يوم عرفة يشتاق إلى شهر رمضان يشتاق إلى لياليه يشتاق إلى ليلة القدر يشتاق إلى مكة يشتاق إلى المدينة يشتاق إلى بيت المقدس يشتاق إلى كل حال طيب مبارك لهذا كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم الذين هم قدوتنا وأسوتنا كانوا يسألون الله عز وجل أن يبلغهم رمضان لماذا كانوا يسألون هذا السؤال؟ لأنهم يعلمون ويدركون حقيقة أن هذا الوقت الذي هو شهر رمضان وقت فيه الخير كله والبركة كلها فيه الكرامة فيه العز فيه العلو فيه الشرف فيه نيل الدرجات العلى فيه تكفير السيئات فيه التعاون فيه الصبر رمضان مدرسة طربوية عظيمة من أدركها حقيقة جنى من ثمارها وسنأتي بحول الله عز وجل على تناول هذه المسائل واحدة واحدة أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لهذا قلت سلفنا الصالح كانوا يسألون الله عز وجل ستة أشهر قبل بلوغ رمضان أن يبلغهم هذا الشهر لأنهم يدركون أن من بلغه وكان التوفيق حليفة فهو من الفائزين ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رقل منبر يوما وأمن ثلاث مرات في كل مرة يقول آمين فسأله الصحابة رضوان الله عليه لماذا أمن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أن جبريل أتاه آنفا فقال له رغم أنف مرئ أدرك رمضان فلم يغفر له هذا هو الحرمان الحقيقي أن تدرك رمضان وتخرج منه فارغا محروم 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 من قربك من ربك عز وجل محروم من الحسنات محروم من تكفير السيئات محروم من نيل الدرجات هذا هو الحرمان الحقيقي وليس حرمان المال وليس حرمان الصحة فلهذا كان الصحابة رضوان الله عليه وسلفنا الصالح عموما كانوا متأسين بالنبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام كان في رمضان حاله يختلف عن حاله في سائل الأيام حاله في أول الشهر يختلف عن حاله في آخر الشهر حاله في الليل ليس كحاله في النهار كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بهذا الشهر ما لا يعتني بغيره من الشهور الاعتناء بشهر رمضان حقيقة لا يكون حتى يدخل الشهر الاعتناء بشهر رمضان يكون قبله ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما أثر من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه يكثر من صيام شعبان وكان يقول إن هذا الشهر يغفل عنه كثير من الناس هو شهر بين رجب الذي هو شهر الله الحرام وبين رمضان فكانت أمونا رضي الله تعالى عنها وعن أبيها تقول كان يكثر من صيام هذا الشهر وذكر أهل العلم من فوائد هذا الاكثار أنه استعداد لهذا الشهر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر صيامه والعبد إذا استعد في شعبان للعمل الصالح ولفعل القربات هان عليه العمل في رمضان ورد في بعض كلام أهل العلم أن رجب شهر الزرع وأن شعبان شهر السقل وأن رمضان شهر القطف فكان العبد في الزمان الغابر يستعد لرمضان بشهور فكان يشتغل في رجب بالعمل الصالح ويعتبر هذا بذرا وزرع ويتعاهد هذا العمل في شهر شعبان من أجل أن يتحقق له الجني والقطف في شهر رمضان من هذه البركات التي يشملها هذا الشهر بركة تكثير السيئات ثبت في الحديث الصحيح يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام يوما في سبيل الله هذا اليوم قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا فاليوم إذا كان نفلا فقط الله عز وجل بكرمه ورحمته وعفوه وبره وإحسانه يباعد بين العبد وبين النار سبعين خريفا فما بالك إذا كان هذا الصيام صياما واجبا يتقرب به العبد إلى ربه عز وجل ومن المعلوم في شرعنا أن القربة والعبادة والعمل الصالح في الواجب يكون أعظم أجرا وأعلى درجة من التقرب بالعمل النفل المستحب المسنون طيب قال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث قدسي يرويه عن ربنا عز وجل يقول سبحانه ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الحب هنا هو الحب الكامل ولهذا من فقه العبد أن يعتني بالفرض أولا ثم بالنفل ثانيا وستأتينا إن شاء الله في الحلقات القادمة بعض الأغاليط والمفاهيم الخاطئة في سلوكات الناس وأعمالهم وأقوالهم وقال الله وإياكم الشرور ووفقنا وإياكم لفعل الخيرات والحسنات من بركات هذا الشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه العبد ولهذا سن النبي صلى الله عليه وسلم تعجيل الفطر وتأخير السحور وهو من السنن المستحبة بل من الأمور التي أمرنا بها الشارع أن نخالف فيها أهل الكتاب فإنهم يؤخرون الفطور ويعجلون السحور وفعلهم هذا تعنت ومشقة بخلاف شريعتنا هي شريعة رحمة هي شريعة سمحة فيها تخفيف من ربنا عز وجل فقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعجل فطورنا وأن نؤخر سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعوا أحسنه هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه